أهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد والوصفة اليوم هي البغرير اللي كي يجي متقب وكي يجي خفيف واللون ديال ودهبي وأهم من ذلك أنه كيوجد في عشرة ديال الدقائق بدون اختمار فعلى بركتي الله غني نمشي و باش نتعرفوا على بعض الأسرار اللي كي خليه دائما ننجح معاك ومع أمرو ما كيحش مكم وكذلك نتعرفوا على المكوينات ديال هاد البغرير المكوينات ديال بغرير بسيطة لدي هنبا من السميد الناعم قياس 400 جرام لدي كذلك 1 ملعقة كبيرة من الدقيق نصف ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من خميرة العجن جوج باكن باودر 8 جرام وربعة الكؤوس ديال لانبا من الماء الدافئ وهنا غدي نتستعمل 1 ملعقة صغيرة ديال العسل الناس اللي ما عندهم او لما بغينش يديروا العسل يديروا السكر غير هو السكر خاص يكون بواحد الكمية قليلة باش البغرير ما يتخطفش لكم من التحت واللون ديالو ما كيجيش زوين فإلا درتو العسل اللون ديالو كيجي دهبي وكيجي زوين بزاف ما تخافوش انه زي ما يتحرق لكم من التحت فغدي نخلطو جميع المكونات مع بعدياتها جميع النواجف مع بعدياتها وغدي نبدو نزيدو الماء شيئا انا غنزيد كاس بكاس غير باش نوريكم لانه انا ديجا شادة لها العبار ديالو كيفما كتعرفو سميدة انواع وكل واحد فيكم مفضار وعنده واحد سميدة مختلفة على الاخر فالسميدة ديالي انا هاد 3 الكؤوس ديال السميد كيهزو لي اربعات الكؤوس ديال العنبة بالضبط ديال الماء فالطريقة اللي غدي تديرو هو انكم غدي تديرو ثلاثة ديال الكؤوس ديال العنبة ديال الماء وتحتفظو بالكاس الاخير وتضيدو بشوية فشيئا فشيئا حتى تشوفو القوام ديال السميد ديالكم كيفاش غدي تعرفو بان القوام زيان فهو ما خصوش يكون خفيف بحال الماء يعني خفيف بزاف ما خصوش يكون تقيل بزاف خصوش يكون في المتوسط باش يجيكم زوين في المرحلة الاخيرة خاصنا ننخلطوه بالخلاط الكهربائي او اللي بالخلاط اليدوي لواحد المده ديال 7 دقائق مني كي تتخلط لينا مزيان ارا كيدير واحد الفقاعات من الفوق كدل على النجاح ديالو مني كي تساليو تخلاط فكتخليه واحد المده ديال ديال دقيقه حتى الجو سدقائق كيرتاح ماشي كي اختامر غير كيرتاح بلما كتجمعو مثلا الكوزينة ديالكم او لك تسخنوا المقلاء فكيكون جاهز اذا من بعد ما كنكملت الخلاط ديال الخلاط ديال المده ديال سبع ديال دقائق كنلاحظو انه تشكروا عندنا بعض الفقاعات للفوق فهذا كيدل على لان الخلاط ديالنا راه انجح وغالي نخليو يرتاح لواحد المده ديال دقيقه كيفما كتليكم حتى الجوش دقائق والمقلاء ديالي راه كندرتها ديجا كتسخن وبردتها بالماء الباء البارد وعود تحتيتها فوق النار وجهدت عليها العافية لانه ضروري ان البغريري الطيب والعافية كتكون مجهده ماشي مهيله وهنايا غادي تشوفوا كيفاش غادي تقابلنا بسرحه هاد البغرير هاد عراكي جي ناجح مليون في المياه ما تخافوش منه نصيحة اخرى اللي بايت نصح بعد البنات هي المقلاء اللي كيستحملوا فهي ضروري تكون من نوع طيفال وتكون نوع جيد مهم ما قتلصقش ومن الاحسن انكم مني تكونوا باغين طيبوا البغرير انكم ديروا جوج مقالي حتى الى الثلاثة اللي عندكم اللي عندكم زي ما جوج دي للانواح باش تشوفوا شكون هي المقلاء اللي احسن في الطيب فهديتها هي نصيحة اللي تقدروا انكم تعتمدوا عليها انا رى هاد المقيلة مخليها خاصة من البغرير ما كندير فاتش حاجة اخرى اذا انا يا غادي نكمل الخالي ديالي كامل بنفس الطريقة نبرد المقلاء كان حتى فوق العافية كان نجهد عليها وكنكمل البغرير ديالي كامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قدقاء ترجمة نانسي قنقر حتى ان يصبحت نانسي قلعم كظمة اتمنى انكم تضغطوا فهو ناجح مئة في المئة كزمة اتمنى انكم انكم تضغطوا فهو ناجح مئة في المئة كنت يجرح من اول مرة واذا جربتوه خذوا ليالي كومنت اعطي غر قررقكم ولي ما زال ما انضمش للقناة كنتمنى انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيلوا الجرس باش تيما يوصلكم الفيديوهات جداد انا كنشكركم وتنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي دمتم برعاية الله